اقرأ فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات مع حلقة جديدة من سلسلة إقراء وهي الجزء الثاني من سلسلة حلقات القراءة سحابة الكرم التي نستمع فيها إلى القرآن الكريم ليعلمنا ما هي الدلالات العملية للقارئ وهو يقرأ قول الله عز وجل الأكرم في البداية سمعت قولا لأحد العلماء يقول إن اقتران القراءة مع الكرم في مكان واحد يدلنا على أن أكثر الناس استحقاقا لنيل كرم الله في هذا الكون هم القراء ويقول الفيلسوف الفرنسي الكبير فرانسواه ماري أورويه المعروف بفولتير سئلت عن من سيقود الجنس البشري فقلت الذين يعرفون كيف يقرأون طبعا في هذه العبارة العظيمة لفولتير منهجيتان منهجية الذين سيقودون الجنس البشري وهو الذين سينالون كرم الله في هذه الدنيا التي قال عنها العالم الأول أنهم القراء أكثر الناس استحقاقا لنيل كرم الله عز وجل القراء والمنهجية الثانية في قول فورتير هي الذين يعرفون كيف يقرؤون لا مجرد الذين يقرؤون وهذا يدل على أهمية يعني ما نحاول أن نقوم به من استجلاء منهجية القراءة لا مجرد القراءة وهذا معروف مشاهد في هذا العالم الفسيح وهذا الكون الرحب اليوم نجد التنافس بين دول العالم على أشده في كافة القطاعات في كافة المجالات حيثما يممت وجهك لتجد الإزدهار لتجد الحضارة لتجد الرخاء لتجد ارتياح الناس أين تجده تجده في الدول المتقدمة علميا الدول التي يقرأ شعبها الدول التي يقرأ أطفالها الدول التي يقرأ طلابها والقراءة لا بد أن ندرك أنها ليست مجرد الدراسة المدرسية وإتمام المقرارات فهذه ليست قراءة هذه قراءة في الحد الأدنى أو لنقول أنها محاولة امتلاك مفاتيح قرائية بالتالي لا بد أن نفهم هذا الأمر الدول اليوم التي المتقدمة هي الدول الأكثر انتاجا لبراءات الاختراع الدول الأكثر اكتشافا لآفاق الكون المجهول في كل مجال في الفيزياء في الطب في الهندسة في الكيمياء في الرياضيات في العلوم في كل شيء يعني الناس الذين يقرأون أكثر هم الذين يتقدمون أكثر هم الذين يتطورون أكثر هم الذين ينالون كرم الله عز وجل أكثر هذه فكرة أولى أما الفكرة الأخرى فلماذا يقول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم إن السياق سياق قرائي يتحدث عن العلم والقراءة لماذا لم يقل الله عز وجل اقرأ وربك الأعلم أو اقرأ وربك الأحكم لماذا يقول الأكرم في هذا دلالتان يعني دقيقتان يجب أن ننتبه إليهما بشكل دقيق الدلالة الأولى هذا أمر حتى حدثنا في حلقة ماضية أن أحد أقوال المفسرين أن أقرأ الثانية يعني أقرأ لغيرك بالتالي حين يقول لك الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم كأنه يقول لك أيها القارئ إذا كانت قراءتك سليمة إذا كانت قراءتك باسم ربك الذي خلق فلابد أنت أن تكون كريما حين تعلم غيرك حين تنصح غيرك حين تنشر العلم حين تبثه بين الناس حين تحظ على رسالة الوعي والمعرفة بالتالي لا بد للقارئ أن يتشبع بصفة الكرم التي قلنا تدل على رحابة الصدر على سماحة النفس وأهم من ذلك حين تعلم غيرك أن تكون كريما الأستاذ القراءي الموجه القراءي يجب أن يكون كريما وهنا نستحضر قولا للإمام الشافعي رضي الله عنه حين يقول لتلميذه النجيب الربيع بن سليمان المرادي يا ربيع لو كان هذا العلم يلقم إلقاما لألقمتك إياه ما شاء الله على هذا الكرم هذا الكرم من هذا الإنسان الذي عرف كيف يقرأ باسم ربه الذي خلق فعليك أيها القارئ إن كنت معلما أن تكون كريما مع تلميذك ولا تبخل عليه فإن العلم لا يموت حتى يكون سرا كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الدلالة الأخرى من قول الله الأكرم التي تعادثنا أنه يجب أن يتصف بها الإنسان تدلنا على أن العلم العلم للإنسان أيها الأخوة لكن الكرم هو للآخرين يعني أنا حين أكون والله أعلم معلومات كثيرة ثم لا أفيد غيري ما قيمة هذه المعلومات ما قيمة هذه الأمور التي ملأت دماغي بها ما قيمتها إن لم تؤدي إلى إراحة الناس إلى نفع الناس إلى تسهيل حياة الناس لابد أن نعي هذا الأمر جيدا فإن القيمة لوجودك ضمن الرسالة ضمن الخط الرسالي الذي تحدثنا عنه في حلقة القراءة أنس لا وحشة فهيها الأخ هون عليك مهما كنت متمكنا ومتقدما في القراءة قيمتك إنما هي بمقدار ما تنفع غيرك لا بمقدار ما تنتفخ في نفسك وتستعرض أعضلاتك إما على طلابك وإما على الناس فهون عليك قليلا فإنما أنت نقطة في هذه الرسالة فلتكن نقطة مشعة نقطة مشرقة تنقل هذا الكرم المعرفي إلى غيرك تكون عملاقا يقف على أكتاف العمالقة الذين سبقوه ويصبح عملاقا ليقف على أكتافه الطلاب الذين لحقوه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم